الرقع الستشين يحول إحدى شوارع حي البساتين شرقي بغداد إلى ساحة معركة بالرصاص الحي معركة نشبت بين باعي الرقي أدت إلى مقتل وإصابة خمسة أشخاص والرواية الكاملة للحادثة كالتالي بحسب أهل المنطقة مشاحنات صارت بيناتهم أبو الرقي وأبو السمش أبو السمش جاب رقي فأبو الرقي قال له يا بان هنا مكاني وهذا أبيع بي يعني أنت شون يتحول السمش إلى رقي صارت مشاهدات بالكلام بيناتهم جاب سلاح أبو الرقي أبو السمش جاب سلاحه وصواب خمسة من استشهده وثلاثة مصاويب واحد منهم بلين عاش وواحد من ضمنهم أخوي نزلت مجموعة شايلة سلاح سلاح منفلت مبيد الدولة أبد مبيد الدولة نزلوا رموش كم واحد نضربوا هواية مجموعة من الأشخاص من ضمنهم حلاقة يمنوا ومحلات تأذت حالة من الرعب والهلع أصابت سكنيح يلبساتين كما يقولون بعد المعركة المسلحة التي دارت بين باعي الرقي خوف يرافقه دعوات من الأهالي لإرسال تعزيزات أمنية للمنطقة من أجل إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وما يولده من نزاعات مسلحة متكررة الباحة منطقتنا جابها صارت بسبب السلاح المنفلت الناس ضعبت حصولنا هذا السلاح نحن هذه المنطقة نطالب بزيادة القوات الأمنية ليش؟ لأنه تصير حوادث هواية بالمنطقة ومو أول حادثات فريدن يزيدون قوات الأمنية داخل المنطقة حتى تنحمل المنطقة وما تزال القضية رهن التحقيق لساعة إعداد التقرير عند الجهات المعنية لبيان ملابسات الحادثة والقبض على الجهنات من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر